اهلا بكم من جديد تختارق الفيروسات الجسم عادة عبر الفم أو الأنف أو العين وتلعب اليدان دورا كبيرا في نقل الفيروسات إليها لذا يرتدي معظم الأشخاص في هذه الأيام العصيبة الكفازات والكمامات التي تعد حاجزا ماديا بين الجسم والملوثات المحتملة لكن ارتداءها لفترات طويلة قد يسبب أضرارا بالبشرة فالرطوبة المصاحبة لها تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم فما هي أضرارها وما البدائل في هذه الفترة التي يصعب فيها الاستغناء عن استخدامها للمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور أحمد المشهور اختصاصي أمراض جلدية دكتور صباح الخير نلبس ما نلبس ولا ما ندريش رح يصير صباح الخير سيد صباحك الآن إذا ما لبسنا قالوا أنتم غير ملتزمين باشتراطات منظمة الصحة العالمية إذا لبسنا صارت الحساسية خاصة لمن يعني يعمل لفترات طويلة مثلا عملنا على الأقل أكثر من ست ساعات إحنا قاعد نعمل هذه الأيام على الأقل نتحدث هلأ هي أول شيء هي مانا من توصيات منظمة الصحة العالمية حاليا من أنه نرتدي القفازات الدول طلبت على تكرار القفازات لا 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 والله يعني أنا بالكويت طلب الكمامات ممكن كل دولة هي أدرة بظروفها بس نحن طيب ما رح نختلف الآن الكمامات لفترة طويلة شيء آثار السلبية شون نتغلب عليها هي اللي بيصير أنه هي هاي حساسية معروفة عنا بالوسط الطبي كونه أنه ما كان في حدا يستخدمها إلا الوسط الطبي فممكن تقريبا من نسبة عشرة بالمئة حساسية على اللاتكس بتصير على المادة اللي مصنوعة منها القفاز على الربر يعني على المطاط فهي الحساسية موجودة عند بعض العالم سواء كانت في بعض الأحيان تظهر مباشرة لكن غالبا تظهر بعد عدة مرات من الاستعمال فبتبلش عنا حساسية ممكن تصيب اليدين ممكن بعض الأوقات تكون بالوجه بالأجفان بكامل الجسم هاي الحساسية كنا نشوفها بس عند الوسط الطبي الآن صنعنا نشوفها عند أغلب العالم الأشياء منا هي الحساسية اللي بتكون فقط على الإيدين وبتعمل تخريج شديد ما ننسى أنه كمان استخدام المعقمات والتنظيف والكحول كله عم يعمل جفاف بالجلد وعم يخليه sensitive أكتر لما عم تيجي هال القفازات هاي عم تخلي طبعا يكون حساس أكتر وبالتالي أهبة أكتر لتعرض لي الحساسية اللي ممكن تكون مزعجة على شكل حكة على شكل تخريج في الجلد حتى الكمامات في هذه الحالة دكتور كيف نتعامل الأشخاص اللي بتحسسوا من القفازات والكمامات كيف يتعاملوا مع هذا الوضع والأنواع في أنواع مثلا ممكن تكون أخف وطأة من غيرها الكمامات اللي هي اللي بتيجي الـ N95 اللي بتيجي كتير شديدة الإغلاق على الوجه هاي أنا ما بنصح باستخدامها للأشخاص العاديين هاي للطاقم الطبي فقط لأنه هاي اللي ممكن كتير بتسبب حساسية للوجه أما إحنا لو استخدمنا الماسك الجراحي اللي هو هذا اللي ممصر فيه للأشخاص أو لعامة الناس هذا اللي بيستخدموه هذا أما الـ N95 اللي محكم الإغلاق هذا غالبا بسبب حساسية خاصة على الفترات طويلة وشفناها بالطاقم الطبي اللي يستخدموه على فترات طويلة والله سميلتنا صار عندها حساسية حتى من هذا دكتور أحمد هل هي متحسسة زيادة عن اللزوم؟ حتى من هذا لا اللي عامل إجراءات مثلا للبشرة من تقشير أو بشرطه بالأحوال العادية سنستيف أكيد رح يكون حساس أكثر نقطة اللي بدي وصل لها أنه هي طول فترة الاستخدام هي اللي بتعملنا هالمشكلة يعني مو منطقي كمان واحد قاعد بالبيت لحاله صار في وسواسة زيادة عن اللزوم وحاطة الماسك أو حاطة الـ أو في السيارة هذا الشيء أبدا ما نصحه أبدا أو في السيارة مثلا ماسك الجلافز بالهي هذا الشيء هذا استخدام جائر حقيقة لمواند حاليا هي ذات قيمة شديدة وممكن نحتاج لها فاللي بنصح في الكمامات طبعا هي لما نطلع برا هي عم تحمي الآخرين مننا لأنه ممكن يكون الشخص مصاب في فترة الحضانة هو معرفان أنه مصاب فبالتالي ممكن ينقل كمان في دراسات بتقول أنه حتى الكمامة هي تخفف من أثر الإصابة للشخص الآخر يعني أنا ممكن أحمي حالي نسبيا بالكمامات هاي حتى لو ما كانت كمامة حتى لو كان شيء أي شيء عم بيغطل وش مقبول ما عليش خلينا نستخدم دكتور أحمد مرسل ومستقبل يعني هي تحمي إن شاء الله لكن خليني أنا أسألك أنه القفازات إذا حطينا مثلا الباودر الملطفات من الممكن أن نتساعدنا على عدم التحسس وماذا عن حتى الكمام هل من الكريمات من الممكن أن يستخدمها الشخص أنه ما يتحسس طالما إحنا قاعدين بعض من زملاء 12 ساعة يقاعدون تمام هل عنده حساسية على اللاتيكس أو على الربر هو بيعرف حاله من قبل أو هلأ اكتشف وغالبا بتكون هي حتى بيتحسسوا على الأفوغادو على البنانا على بعض الفروت هذا رحي لازم يغير هاي في شيء اسمه بس ما بنصح فيه أنه يستخدموه لأنه هذا فقط للطاقم الطبي فهذا ما بنصح فيه أنه يستخدموه اللي بديه ممكن يستخدم النايلون العادي الكفوف النايلون العادي وأنا برأي عادل لو صار التخريش هنا بديه يقلل كمية الاستخدام بديه يحط كريمات الكورتيزون اللي بتخفف من التخريش وبيديه يستخدم الكريمات المراطبة ونفس الشيء بالنسبة للوجه لما يصير هالتخريش هذا نخفف المدة الزمنية اللي بنحط فيها الكمام وما نخلي الكمام معلق على الوش يعني نحن شايلينه هيك ومعلقينه كمان هذا ممكن بيعمل او تحسس فيشيله النقطة الثانية في حال ظهور الأعراض مباشرة الكريم كورتيزوني خفيف الموميتازون الهايدرو كورتيزون أو على الإيدين أقوى شوي أدت مرات باليوم نخفف من استخدام الجلافز ما نحط الكحول أنا حكيت أليها قبل المرة وممكن نشوفها اللي عم بيصير عم نحط المعقم مباشرة أو الكحول ومنلبس الجلافز بعدها هذا عم بيزيد تأثير المخرش للكحول وبالتالي يزيد التخريش للجلد فمنخليه لحتى يجي في ثلاثين ثانية بعدين نلبسه دكتور هذه الأمور أيضا تطبق على يعني عفوا منك هذه النقاط أو الأمور أو الإرشادات تطبق أيضا على أصحاب الأمراض الجلدية من يعانون من الصدفية من يعانون من الأكزيما طبعا هدول أهم عالم أنه ينتبهوا عليها لأنه هاي هي بشرطون أريدي سنستيف بشرطون أريدي عندها أكزيما فلازم لازم لازم يحطوا هالكريمات هاي اللي هي موصوفة لهم من قبل الكريمات الكورتزون والكريمات المراطبة ونقلل زمن استخدام الجلافز عادل في نقطة مشان موضوع الجلافز الفيروس مثبت بالدراسات أنه بيضل على الكفوف مدة حوالي ثمان ساعات بينما على اليدين ساعة فبالتالي أنا وأنا لاحظت حتى من أسبوعين لما كنت بالسوبر ماركت العالم اللي لابس جلافز هي بتشعر بأمان وهمي أكثر فبالتالي تلمس أشياء أكثر فبالتالي لو كان الفيروس موجود على الجلافز أنت عم تنقله أكثر بينما من دون الجلافز أنت عم تأخذ الشيء يعني عم تضل دائما منتبه عم تأخذ الشيء اللي بدك يا وعم تحطه وحتى اللي بيشتغلوا ولابسين الجلافز لفترة طويلة الفيروس لو إجع عليها الفيروس فرح يضلت من ساعات بينما لو إجع على إيدك بأحسن الأحوال ساعة فبالتالي أنت لو كل نص ساعة أو ساعة غسلت إيدك أو حطيت معاقم أفضل ما تحط الجلافز الآن في عالم تقول لي لا ممكن نعقم الجلافز الجلافز مهم هي أنه تتعقم هي مرة وحدة يعني هذا البرير ممكن يتخرب تبعها السطح تبعها فبالتالي هي مهم هي للتعقيم الآن اللي بيشعر حاله هو مرتاح أكتر بالجلافز وما عنده هالمشاكل أوكي استخدمها طلع مشوار خلص أغراضه وأخذها أوكي إذا هو مرتاح بس أنا برأي هي مائلة دعهية للطاقم الطبي اللي على تماس مع مواد مثل الدم ومثل السوائل وفي خضام هالمعركة المطلوب من الأشخاص العاديين ووضع الكمامات فقط عند الخروج أنا برأيي الجلافز هي ممكن تكون حتى بؤرة انتانية لأنه طريقة شلحها وطريقة إزالتها قد تعرضك إلى الإصابة حتى في السوبرماركت دكتور أنا عم شوفها ممكن عالم تزيتها بالشارع تحدثت عن القفازات النيلون موجودة في السوبرماركت دلوقتي وبتتوزع على المستهلكين هل يمكن اعتمدها أفضل؟ نعم اللي عنده حساسية طبعا اللي عنده حساسية من اللاتكس من الربر ممكن يستخدم هاي طبعا طيب دكتور خلينا نذهب إلى أسئلة المشاهدين أرجو الإجابة عليها باختصار بالتأكيد أن موضوع القفازات مهم جدا حتى طريقة خلعها وكذلك رميها بسلة المهملات وليس بقاءها في أي مكان صباح الخير أيهما أهم الكفوف أم الكمامات؟ كمامات طبعا واحدا هو الفيروس ينتقل بالتنفس والإيد هي المطلوب غسلها الإيد يا جماعة هو المطلوب غسلها الفيروس ما رح ينطق نحن دائما ندخلين الفيروس كأنه حشرة يعني إذا لمسنا علبة هيك من بعد عنا كأنه رح يهجم علينا هو الفيروس لا رح يتحرك نحن رح نجيبه لعنا لو لمست الوش طيب الإفراط في استخدام المعقمات وخاصة التي توجب بها نسبة عالية من الكحول هل يتسبب في الإصابة بالأكزيمة؟ طبعا هو بيتسبب بجفاف الجلد وأكزيمة تخريشية والعالم اللي عندهم أكزيمة رح ممكن يهيجع عندهم لذلك دائما قلنا الكريمات المرطبة لأنه نحن مو موضوع يوم ويومين وثلاثة هلأ حتى عاداتنا اليومية حتى بعد ما نخلص منها الأزمة هاي إن شاء الله رح نشوف أنه اهتمينا أكتر بموضوع النظافة والتعقيم فبالتالي بعد استخدام أو غسل اليدين كريم مرطب أي كريم فيتامين إي يوريا أي كريم مرطب هذا لحاله رح يرجع الوضع مثل ما كان يعني بيروح الأحمرار والتخريش وبيهدي الحكة في حالة كانت الحكة شديدة وعلى أكتر من مناطق أكتر من منطقة بالجسم نأخذ حبوب الانتهستامين في حال حسينا مثلا سومتايمز إنه العالم اللي عنده اللاتيكس أو حساسية عليها بتصير ضيق في التنفس أو شيء لا هنا ويشود يلازم نروح الامرجنسي طيب دكتور كيف يمكن أن نقي أنفسنا من المعاقمات الحساسة للبشرة عندما نقوم بتنظيف الأسطح في المنزل هلأ هاي سؤال مهم فعلا هو المفروض أنه نرتدي هنا لما نستخدم الكلور مركبات الكلور هي شاععة أنه بتعمل تخريش وجفاف للأيدي فلازم هنا نرتدي القلافز يعني هنا ضروري ارتداء القفازات شو اسمه؟ القفازات وحتى إذا عالم عندهم أكزيما ممكن يستخدموا القفازات القطنية وفوقها القفازات تبع المطبخ تبع تنظيف المطبخ العادية اللي بيستخدموها سيدات البيت ويمسحوا بعد ما بيخلصوا بيغسلوا هالقفازات دكتور توجد مادة دقيق بيضاء داخل القفازات هل هي دار أم هي معاقمة فقط يوسف من ليبيا البودرة البيضاء البودرة لا هاي هي مادة قديمة يعني كانت تستخدم بالقفازات القديمة كانت هي مثل بودرة الأطفال هي مانا معاقمة هي بس مشان تسهل دخول القفازات وحتى منعت يعني من فترة ما عد اشتار ممنوع استخدامها أو غير شعر استخدامها لأنه هاي البودرة ممكن تحسس خاصة عند الأطباء وكثرة الاستخدام اليومية ممكن تحسس الطبيب وممكن حتى بأثناء الخياطة ولا يضر المريض فبالتالي وقفوها بالطاقم الطبي من سنوات بس هي مو معاقمة أي البودرة بودرة عادية مثل بودرة الأطفال طيب الدكتور أحمد المشهور اختصاصي أمراض جلدية يقول لكم لا تتعاملوا مع فيروس كورونا كأنه حشرة وكونوا حذيرين دائما واغسلوا أيديكم أفضل بكثير من ارتداء القفازات شكرا دكتور أحمد يعطيك العافية ادنى طيب من ضمن الأخبار اللي دايما تأتي أخبار خير وأخبار مفرحة